السلام عليكم عندك حمص بالبيت شو ما كانت الكمية يلا جبيها لنعمل فيها شي كتير طيب وبديل الترمص طبعا بديل الترمص رح نعمله بطريقة مميزية اللي هو الحمص نحنا منعرف انه الترمص مننقعه 3 ايام ومنعمله ومناكله بسهاراتنا وطعمته كتير لذيذي ولكن اليوم رح نعمل بديل الترمص نعمل سناك لذيذ جدا بالحمص مثل ما شايفين هلأ هيدول الحمصات انا بدي نقعن 12 ساعة هلأ ساعة 9 بالليل رح نقعن لبكرة الصبح رح نحط بقلبهم مي لايكم انا كمية المي اللي حطيتها رح نقعن لبكرة الصبح بالمي والتاني نهار احبابي بعد ما نقعنهن تقريبا 12 ساعة لايكم كيف صار عندنا الحمص هلأ بدنا نرمي المي الموجودة بقلب الحمص ونجدد طبعا المي ونحط مي نضيفة وبدنا نباشر بسلق الحمص هون انا طبعا بعد ما غسلت الحمص كتير منيح من ميته النقع حطيناهم بالطنجرة ورح نضيف المي اللي نضيفي ورح نباشر بالسلق لايكم انا لوان حطيت مي وهون بعد ما نسلق عند الحمص رح نجيب صنية خاصة للفرن ورح نحط بقلبها الحمصات طبعا بعد ما صفيني هون من المي سناك كتير طيب ومميز ولذيذ كتير وهو طبعا بديل الطرمص رح نفردهم هيك شوي نبعدهم عن بعض شوي ورح نضيف لإلهم الملح طبعا الملح حسب الرغبة وحسب طبعا الكمية الموجودة عندنا من الحمص رح ضيف الكمون إذن الكمون وهو يعني كتير أساسي بهيدا الطبع يعني ما فينا نستبدله ونشيله من هيدا الطبع لأنه هو كتير مهم وأساسي لا يعطينا ريحة مميزة رح نحط رش صغير من التوم البودر ومن الكركم العقدي صفرة ورح نخلطهم كتير منيح بقلب بعض بعد ما نخلطهم بقلب بعض رح نحط شوي صغير من الزيت النباتة أنا ما بحط زيت زيتون لأنه بدنا نفوته على حرارة بالفرن بعد طبعا ما يجهز نحنا بدنا نحطه بالفرن ليصحب للحرارة القوية تسحب كل الرطوبة من صينيتنا ومن تسحب كل الرطوبة من الحمص وبس تسحب الرطوبة من الحمص حبة الحمص حتصغر شوي وبسنا كلا حتعطي هيك أرشي يعني حنحس بكيف بتقرش ورح تكون كتير طيبة ومميزة هلا أنا رح دخلها على الفرن فيكنوا تحطوا الكركم عفوا فيكنوا تحطوا البابريكا بس أنا ما بحبها ما حطيتها وهوني النتيجة النهائية بحبكن كتير باي باي اشتركوا في القناة